طيب بما أنكم تحدثتم عن هذا الموضوع المتعلق بالتقليل والاتباع هناك على كل حال موجات أخرى أيضا تتجاوز المصادر الشرعية في الاتباع والتقليل وتذهب إلى مصادر أخرى ثقافية ترى أنها بالنسبة لهم مهمة في مثل هذا العصر المتطلب لذلك هنا أبو إياد المحروق يسأل عن حديث يشير إلى هذا المعنى يسأل عن صحته وعن معناه أيضا يقول ما صحته ومعنى الحديث في قوله عليه السلام أعطيت مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل نعم المئين أولا الحديث رغم ما فيه من مقال إلا أن أكثر المحدثين يرون قبوله هناك من رأى بأن بعض طرق هذا الحديث لا ترقى منفردة إلى الصحة لكن أكثر أهل الحديث يقبلون هذه الرواية نعم وأما من حيث معناها فإن المقصود ما في الكتب السماوية السابقة من هدايات وأحكام وأخلاق أن القرآن الكريم جاء مهيمنا عليها وأتى مجتملا على ما فيها من هدايات ومواعظ وأحكام وأخلاق وعقائد فبهذا المعنى لا إشكال لا يظهر إشكال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفضلت بالمفصل ويقصد بالمفصل الصور القصار من القرآن الكريم لكن الحديث قد لا يلزم منه الحصر ولذلك نجد له روايات عديدة تختلف أحيانا وإنما يراد من ذلك التمثيل ونحن في كتاب الله عز وجل نجد أن بعض المعاني ينص القرآن الكريم على أنها كانت موجودة في الكتب السماوية التي أنزلها ربنا جل وعلا على من اختارهم من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فمثلا نجد في سورة الأعلى قول الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى بعد جملة من الآيات يأتي ويقول إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ويقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إذن هذا كان موجودا في كتب سماوية سابقة ويقول و إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى فهذا مما أوحي إلى إبراهيم عليه السلام يحكيه لنا ربنا تبارك وتعالى في هذا الكتاب القرآن الكريم يقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون فالقرآن الكريم يدل على أنه مجتمل يحكي لنا يصرح أنه مجتمل على كثير مما كان في الكتب السماوية التي أنزلها كما أنزلها ربنا جل وعلا على الأنبياء و الرسل قبل نبينا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة و أزكى السلام فهذا الذي يؤخذ على تقدير صحة الحديث أو قبول الحديث هذا الذي يؤخذ من معنى و لا يتعارض مع دليل آخر و كذا الحال حتى بالنسبة للتقسيم إنما هو عند أكثر شراح الحديث إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر و التحديد و الله تعالى أعلم